عمدت ميليشيا الحوثي إلى استبدال الشعارات الوطنية والنشيد الوطني في المدارس والمعسكرات بشعارات دينية ومذهبية وطائفية وأخرى تعلن الولاء لزعيمهم وقبلت هذه الخطوة بحملة استنكار واسعة حيث اعتبر العديد من المراقبين أن الميليشيا تسعى إلى تنشئة جيل على التربية الطائفية تفاصلوا في سياق التقرير التالي بهذه الشعارات تربي الميليشيا الأجيال فهذه مدرسة تعليمية وذاك معسكر تدريبي تستبدل فيها الشعار الوطني بشعارات الجماعة المشبعة بثقافة الموت بالسيدي والمولى يكن زعيم الميليشيا وبالولاية والسمع والطاعة يتعهدون له ليظهر جلياً مشروعهم الذي لم يستطيعوا أن يضمروه في أنفسهم طويلاً مشروع العبودية والإمامة الذي ثار عليه اليمنيون قبل نصف قرن هذه ليست المرة الأولى فمحاولات الميليشيا في ترسيخ ثقافتي التقديس لهم والموت من أجلهم كثيرة كانت البداية بمجالسهم المغلقة وصولاً للشوارع والمرافق بل حتى مجلات الأطفال مثل هذه المشاهد دليل واضح يؤكد أن انقلابهم لم يكن على الدستور ومخرجات الحوار ولا على الدولة ومؤسساتها فحسب بل يتجاوز الهوية الوطنية وثوابتها ليمس الإنسان وكرامته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر